تسرعت توترة الأحداث في شرق أوكرانيا الناطق بالروسية هذا الأربعاء وتصاعدت معها حدة التوتر بين كياذا وموسكو ففي أحدث تصريح له اتهم رئيس الوزراء الأوكراني أرسين ياتسينيوكا روسيا بيتصدر الإرهاب إلى أوكرانيا من خلال استخدامها لقوات سرية لتنظيم انفصاليين مسلحين قال إنهم هجموا القوات الأوكرانية واحتلوا مباني الدولة وضف ياتسينيوكا خلال اجتماع لحكومة الأربعاء في كياذا أنه على الحكومة الروسية توقف فورا جماعات الانفصال المخابراتية وتدين الإرهابيين وتطالبهم بإخلاء المباني هذا إذا كانت روسيا الاتحادية مهتمة بعادة الاستقرار الموقف وهو ما أشك فيها كثيرا يقول رئيس الوزراء الأوكراني تصريحة ياتسينيوكا تأتي قبل ساعات من بدء المحادثات الربعية لإيجاد تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا حيث ذكر وزير الخارجي الروسي سيجي لافروف الأربعاء بعد اجتماع عقده مع نظره الفيتنامي في هانوي أن مشاركة بلادي في المحادثات الربعية حول الأزمة الأوكرانية في جناف ما زالت على جد والأعمال وأضاف لافروف سوف نعمل على تهديئة الوضع وسوف نجعل الحكومة في كييف تحترم أرأة ومطالب المواطنين الأوكرانيين الذين يعيشون في جنوب شرق البلاد والإضمام دون أي تأخير إلى المحادثات الربعية لتهديئة الوضع وعدم تأجيج ذلك عن طريق استخدام الأجهزة الأمريكية والسيام الجيش وفي طريق جهود ديبلوماسية لتسفية الأزمة الأوكرانية من المقررين تنطلق غدا الخمس في جناف المحادثات الربعية بين الأوكرانيين والروس والأمريكيين والأوروبيين اشتركوا في القناة